موسيقى 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 الله تعالى وبركاته فهذا الدرس هذا سوف ندر المعلم في المستوى بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي ما هو المعلم؟ يتم تعيين أماكن المدن والشوارع على الخريطة ويتم تحديد مواقع السفن والطائرات باستعمال الرادار والأقمار الاصطناعية في الرياضيات نستعمل المستوى الإحداثي وهو عبارة عن معلم ما هو المعلم؟ هو واحد المستقيمين المتعامدين يحتوي على خطي أعداد متعامدين من أجل تحديد إحداثيات النقاط إحداثيات النقاط ما هي إحداثيات النقطة؟ أي نقطة كيفما كان نعديالها في المستوى عندها إحداثياتي جوج عندها الأفصول اللي هو إكس أ مثلا و إجراثيات النقطة أ في المعلم أو إيجي هما إكس أو إجراثيات أ ونكتب أ إكس أ إجراثيات أ ويسميان زوج إحداثياتي النقطة أ إحداثيات النقطة أم نقطة تنتمي إلى محور الأفاصيل يعني محور الأفقي هذا أم فأوتوماتيك من إجراثيات ديالها كتساوي زارو ونكتب أم إكس أم زارو ولكنت كتنتمي إلى محور الأراتيب فإكس أم ديالها كتساوي زارو نحن سوف نرى هنا لاحظ معي هذا معلم متعامد ممنظم ما معنى معلم متعامد؟ معلم يعني مستقيمين متعامدين متعامد فيهم زاوية قائمة ممنظم أي أن المعيار اللي غامشوفيه في محور الأفاصيل هو نفس المعيار اللي غامنخدوه في محور الأراتيب إلا مشيت أو إي كتساوي أو جي يعني إلا كانت هنا واحدة واحد سنتيمتر هنا سوف يكون كل واحدة كتساوي واحد سنتيمتر هنا إحداثية بعض النقاط إلا أخذنا إحداثية النقطة O مثلا إحداثية النقطة O جات في أصل المعلم أي صافر صافر إحداثية النقطة E جات في محور الأفاصيل أي أن أرتوبها يساوي زارو والأفصل ديالها هو النقطة واحد إذن E كتساوي واحد صافر جي جات على محور الأراتيب إذن الأفصل ديالها كيساوي زارو والأرتوب ديالها كيساوي واحد نقطة G إحداثية صافر واحد نقطة A أفصلها يساوي خمسة أرتوب ويساوي ناقص ربعة خمسة ناقص ربعة وإحداثيات النقطة B أفصولها يساوي ناقص 3 وأرتبها يساوي 4 لاحظ معايا إحداثيات متجهة المتجهة اللي عندنا ناخده مثلا A للB شنه هي إحداثيات المتجهة ديالها لاحظ في معلم OEJ نعتبر النقطتين A X A Y A B X B Y B إحداثيات المتجهة A B هما أفصول نقطة الوصول ناقص أفصول نقطة الانطلاق عليش قلت الوصول حيث A B الوصول ديالها هي B كتدير X B ناقص X A ما يمكنش تقلب لهم بلايسهم X B ناقص X A Y B ناقص Y A ونكتب A B إحداثياتها هي X B ناقص X A Y B ناقص Y A ناخده مثال المتجهة A B ديال المثال اللي فات A إحداثياتها 5 ناقص 4 وبدأ ناقص 3 أربعة إذن سنبدأ بنقطة الوصول اللي هي ناقص 3 ناقص 5 ثم 4 ناقص ناقص 4 هي ناقص 8 8 لاحظ معي X B ناقص X A Y B ناقص Y A ناقص 3 ناقص 5 ناقص 4 ناقص ناقص 4 ناقص 8 8 بالنسبة للخاصيات اللي عندنا في إحداثيات المتجهة أو عندها علاقة بمتجهات ناخده A B إحداثيات المتجهة ديالي X Y و X D X B إذا قلنا A B كتساوي Z D يعني تساوي متجهتين فإن أفصول المتجهة A B يساوي أفصول المتجهة Z D إذن A B تساوي Z D يعني أن X تساوي X' و Y تساوي Y' مثال A B تساوي 3 ناقص 1 و Z D تساوي X D ناقص 5 Y D ناقص 5 السؤال حدد إحداثيات النقطة D علما أن A B تساوي Z D إذا كانت A B تساوي Z D أوتوماتيكم X D ناقص 5 يساوي 3 و Y D ناقص 5 كتساوي ناقص 1 هيا لاحظوا معنا ثم نقلب على X D نحول ناقص 5 للطرف الأخرى تولي زائد 5 و ناقص جوج للطرف الأخرى تولي زائد جوج إذن 3 زائد 5 هي 8 و ناقص 1 زائد جوج هي 1 الخاصية الثانية هي E F تساوي K A B هي متجهة في عدد حقيقي إذن E F تساوي إحداثيات ديال A B كانت وما X Y إذا ضربنا في K نضرب الأفصول ديال A B في K و الأرتوب ديال A B في K و ناخده مثال المتجهة A B 3 ناقص 1 بغينا إحداثيات المتجهة E F بحيث E F تساوي ناقص جوج A B يعني أفصول A B 3 غنضربه في ناقص جوج و ناقص 1 غنضربه في ناقص جوج و غادي تعطينا إحداثيات المتجهة E F ناقص 6 و 2 الخاصية رقم 3 مجموع متجهتين إذا كان E F كي ساوي A B زائد 6 D E F كي ساوي A B زائد 6 X زائد X عقلته A B قلنا إحداثيات ديالة X و Y و Z عطينا X Y Automatic A B تساوي X زائد X E F تساوي X زائد X و Y زائد Y هما أرتوب المتجهة E F مثال A B 3 ناقص 1 وال S D جوج ناقص 4 إذا E F هتول لك تساوي جوج زائد 3 5 و أرتوب ناقص 4 ناقص 1 ناقص 5 هي أفصول المتجهة E F الحل دياله نمشي بحل بلوس بحل زائد جمع متجهتين بحل الطرح متجهتين غدين ندير X ناقص X و Y ناقص Y مثال يعني غدين ندير A B 3 3 ناقص جوج و ناقص 1 زائد 4 لأن الناقص ستدخل عليهم شنو هتولي 1 زائد 3 إحداث منتصف قطعة إحداث منتصف قطعة مثلا A إحداث X A Y A B X B Y B فإحداث X M تساوي بحيث أن M منتصف قطعة A B كنجمع أفصول A وأفصول B ونقسم على جوج Y M تساوي أرتوب A زائد الأرتوب B مقسم على 2 هنا حدد إحداث إحداث النقطة A منتصف القطعة A B A إحداث 5 ناقص 4 و B إحداث ناقص 3 4 إذن إحداث النقطة 5 ناقص 3 على جوج ناقص 4 زائد 4 على جوج هي غت تعطينا 1 0 لاحظ معايا إذا درتوا هذه القاعدة هذه طبقنا القاعدة تعطينا إحداث النقطة E هي 1 و 0 ولارجعت المعلم الذي بدنا به الشرح فغتلقوا أن إحداث النقطة E هي 1 0 المسافة بين النقطتين هنا المسافة عندها قاعدة O H معلم متعامد ممنظم نعتبر النقطتين A X A Y A B X B Y B المسافة بين النقطتين A B ف لدينا جوج طرق A B تساوي الجذر X B X A Z Y B Y A Z Z هذه المسافة عندكم تبقى تدروا المسافة السهم هنا إذن X B X A Z Y B Y A وهذه هما المتجهات نحسب المتجهة ونقوم X 2 Z Z Z Z Z Z Z Z مثال في المستوى منصوب إلى معلم متعامد اخذينا M إحداث يد ناقص جوج 3 و N إحداث يد ناقص 5 7 أحسب المسافة M N بتطبيق القاعدة في الطريقة الأولى سنخدمها عادي هي هذه X N X M Z Y N Y M Z 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 أسئة 2 لاحظ معايا كل حاجة نعوضها بالقيمة ديالها وكنلقى على أساس أن MN تساوي جذر 25 يعني MN تساوي 5 طريقة الثانية نحسب المتجهة MN يعني XN-XM YN-YM وكنلقى هاش حال كتساوي يعني MN-3 ومن بعد نحسب المتجهة MN تساوي MN-3 وكنلقى 2 نحسب المتجهة MN-3 وكنلقى 2 زائد 4 وكنلقى 2 هي 9 زائد 16 9 زائد 16 هي 25 جذر 25 هو 5 سنقوم بإمكانكم فيديو آخر إن شاء الله في التمارين في المعلم في المستوى لا تنسوا تابنوا وكان هذا شيء مفيد وما تنسوا أنكم تعطونا ملاحظات في الكومنتير إن شاء الله Merci اشتركوا في القناة